النهاردة أبيتسو موسماني المدير الفني يعني كالعادة فيه محاضرة مطولة بالفيديو مع اللعيبة دايماً حريص على الحديث مع اللعبين على أكيد الجوانب الفنية أول خططية اللي هيقود بها مباراة بكرة وكمان بعض الإيجابيات والسلبيات اللي شافها المباراة اللي فاتت فيعني الروح المعنوية إن شاء الله عالية جداً النادي الآلي بيستعد للمباراة أعتقد مباراة مهمة كل اللعيبة بتستعد بشكل كبير وكمان يعني استعداداً ويعني مهم جداً إن شاء الله بكرة أنك تلعب مباراة جيدة على المستوى على مستوى اللعب خلينا النتيجة طبعاً بتتربنا لكن احنا دايماً مطالبين بالفوز النادي الآلي عنده إصرار كبير جداً إن شاء الله إنه الروح الضحى وهو متصدر الدوري العام بشكل كبير طبعاً مهم قوي وبعدين النهاردة كمان فيه خبر يعني إيجابي جداً وخاص طبعاً بالمسحة الطبية اللي بيجريها لعبة الفريق النهاردة لعيبه الفريق الأول لكرة القدم في النادي الآلي الحمد لله المسحة كلها سلبية معادة يعني أكرم توفيق أكرم توفيقها هتعاد المسحة له والنهاردة زي ما حضركم شايفين اللعيبة كلها الجهاز الفني بيجروا المسحة الطبية دي كان الكلام ده مبارح وفقاً طبعاً ومعروف للبروتوكول الطبي المتابع قبل مباريات الدوري كلها كبتن يا رب إن شاء الله كل المسحات بإذن الله تكون سلبية محتاجين كل اللعيبة وإحنا عندنا فريق محترم عندنا يعني فريق بيضم في كل مركز أكتر من اتنين لعيبة على أعلى مستوى وده كان كمان من الحاجات الكويسة اللي عملها الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة ولجنة التخطيط إنه عندنا فريق محترم لو غاب عنصر أو اتنين ما بيأسرش بشكل كبير فدوة هو دوة الفرق الكبيرة بتعتمد على المرونة في خلال التشكيل وكمان عند تلعيبة كواليتي عالي الفرق ما بين واحد واثنين وثلاثة مشفرقات كبيرة وده اللي بيسعى بالنادي الأهلي دايماً إن يكون عنده فريق محترم لأن بطولاتنا كتير ومنافساتنا كتير